اشتركوا في القناة وكسر الحجر السحي وبالتالي تفتح المجال أمام انتشار كورونا وهو مبرز من خلال ارتفاع حصيلة المصابين رغم الإجراءات الصارمة المتخذة ووفق لطفي فإن الإمكانيات المتوفرة لصندوق مكافحة فيروس كورونا أتاحت للحكومة استيراد كميات مهمة من الأقنعة للمستشفيات كأولوية ثم تحركت شركات النسيج الوطنية لإنتاج كمامات وفق الجودة المطلوبة والأسعار المحددة إلى الأحداث المغربية التي قالت إن عددا من الأطباء تطوعوا للتقديم السند إلى المغاربة أونلاين مقدمين استشارات مجانية عبر الإنترنت وعملين على تخفيف الضغط في المستشفيات الأمر يرتبط بمبادرة تطوعية أعلن عنها أطباء في تخصصات مختلفة وضعين أرقام هواتفهم رهن الإشارة عبر تطبيق التواصل الفوري واتساب ومساهمين في التحسيس والتوعية بشأن كورونا أيضا إلى العلم وقالت إن الصيدليات المنتشرة عبر التراب الوطني لا علاقة لها بالكمامات التي تقرر تسويقها بثمانين سنتيما لأن الأقنعة الواقية الإجبارية ليست كتلك الطبية التي تسويقها الصيدليات كريم أيت أحمد رئيس رابطة الصيادل الاستقلاليين قال إن البلاغة الصادرة بشأن هذه الكمامات لم ينل الشرحة والتفصيلة ولا بموقع الصيدليات التي لا دخل لها بهذا النوع من الأقنع وضف أن الكمامات التي تسويق بثمانين سنتيما ليست طبية على الإطلاق ولذلك لا تعني صيدليات بتاتا عكس سوء الفهم الذي تملك عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين وقال إن بعض أنواع الكمامات الطبية يصل سعرها إلى 100 درهم للواحدة إلى الصحف الدولية ومقال في صحيفة رأي اليوم اللندنية لعبد الباري عطوان تحدث فيه عن زعامة الصين المبكرة وعن التفوق المذهل في إدارة أزمة فيروس كورونا وتصدير الكفاءات إلى أكثر من 98 دولة مجانا دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين وقال عطوان غدا ستخرج علينا الصين بمنظومة أسلحة متطورة وبعد غد سيكون اللوان الذهبي الصيني هو العملة الأولى في جميع التعاملات المالية والدولية وإلى الكاتب أن الصين تخترع وتبدع بصمت وترامب مثل أصدقائه العرب يخبط بسيف المقاطعة يمينا وشمالا الحرب العالمية الثانية مهدت لصعود القوة الأمريكية يقول الكاتب وحرب كورونا العالمية رسخت أسس الدولة العظمى أي الصين وما يحيرنا أن بعض العرب ما زال يدافع عن أمريكا ويهاجم الصين ويقلل من نجاحاتها وكأن الصين هي التي دمرت العراق وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين في المقابل يقول إلياس حرفوش في الشرق الأوسط يمكن أن يكون لك الرأي الذي تراه في الرئيس الأمريكي ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنه رجل يقول ما يفكر فيه بشجاعة ومن دون خوف من عواقب ما يقول أو من ردود الفعل من هنا جاء اتهامه للصين ولمنظمة الصحة العالمية بالمسؤولية عن انتشار هذا الوباء القاتل بالشكل الذي ينتشر به ويرى الكاتب أن الأخطاء الصينية لم تكن أخطاء طبية السلطة السياسية هي التي تتحمل المسؤولية كان يمكن التفادي هذه الكارثة لو أن السلطات الصينية اتخذت منذ البداية الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية التي اتخذتها في فترة لاحقة بعد أن انتشر الوباء داخل الصين وانطلق منها ليحصد ضحاياه حول العالم مشاهدين نصل بهذا إلى ختام الحصاد نلتقي نهاية الأسبوع القادم إلى اللقاء